بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى وبدأنا بداية جديدة بداية عام هجري مليء بالأنوار ومليء بالأسرار أيام جديدة بيحس فيها الإنسان بأن ربنا سبحانه وتعالى بيرسل نفحات عشان الحياة تتجدد وعشان كده الإنسان في البدايات بيحس مولود جديد فالبدايات بتيجي معها إحساس بالأمل وإحساس بالبشر وخلي بالكم أهم نفحة في النفحات البدايات أن هي بتيجي بعد نهايات فأنت لازم تخلص على حاجات لازم وأنت في البداية تنتهي عن بعض الأشياء وتتخلص منها فلازم قلبك يكون متهيئ لاستقبالها ومن أهم علامات التهيئ للنفحات الله سبحانه وتعالى الاستبشار النهاردة هنجلس مع جليس اسمه الاستبشار ماينفعش تبتدي بداية جديدة مع عام جديد وإنت ما تشتجلس مع هذا الجليس الجميل الرائع اللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى علينا عشان نحس مع مولانا سبحانه وتعالى بالوسع والجمال ونحس كمان بالرحمة ونحس بالود ونحس بالصفاء ونحس بالعطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يمنعها عنا أبدا في كتير مدينة بينسوا النور والبهجة اللي بتحصل لقلوبهم مع الاستبشار ليه بقى؟ لما سابوا ظلمة التشاؤم تتسرسب إلى قلوبهم فتطرد منها حب الحياة وتطرد كمان منها العيش بالأمل والاستبشار والاستبشار يا سادة من أهم معاني حياة القلوب هعرف الاستبشار ده إيه اللي حاصل؟ ممكن قلبي يموت وهو لسه عايش لما النفس الأمارة بالسوء توهم القلبي ده بأنه هو الوحد معين أن الله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكافي عبدا اسألوا الناس اللي أصابهم الأحباط والعجز والكآبة الناس اللي يلوبهم مكوية بالخط والألأ والنظرة السودوية دي والناس اللي أي تجربة بيمروا بيها بيهولوها ويا عالم والتعب والنتائج اللي بيدخلوا وما تعم يعنيهم فيفضلوا في حياتهم ولهازم عايشين تحت سلطان الكآبة والتشاؤم فوف حوالي الرئابتهم حبل التشاؤم نهدى شوية لما حضر التشاؤم قال كلكم راعا وكلكم مسؤولا عن راعيات فحضرة النبي خلينا إيه؟ مسؤولين يعني منتبهين أهم حاجة في المسؤول أنه يكون منتبه ينتبه لإيه؟ لأن بعض الأهالي في بعض الأحية بيرابوا أولادهم ويزرعوا فيهم بذرة التشاؤم من غير ما يدروا فمثلا ما يجوا يحاولوا وعايزين يخلوا أولادهم يقدروا النعمة اللي هم فيها يخوفوهم من زوالها ويقولولهم بلاش تتبطروا عن نعمة شوفوا أخوانكم كان دايما كان عنده واحد صديقي دايما يقول لي المراتي دايما تقول لولادها شوفوا أخوانكم في بلد فلانية اللي حيعاشين في مجاعة ليه طيب؟ ليه كده؟ وإيه اللي حاصل؟ أو تقول لهم بكرة مش هتلاقوا لقمة العيش ليه؟ ليه؟ ليه كده؟ إيه اللي حاصل؟ إن البلاء موكلهم بالمنطقي طيب إيه لو حصل إن دا ملايكة كتبته دعاء وكتبته إن دا ظنك ظنك ولا ظنك برب العالمين فرح ربنا مدهولك وكفاية بس إن أولادك ما يحسوش بأمان ما يحسوش بالأمان وهو في حضرة مولاه سبحانه وتعالى فلا يحس بالأمان وهو في جنب الله سبحانه وتعالى وما يتربوش على رؤية النعمة إزاي بتساعدهم وتخليهم على يقين من أن الله سبحانه وتعالى لن يخزلهم ولن يتركهم ويتربوا على الخف من بكرة ويتربوا إن ربنا متربص بيهم وفي أي وقت إيه اللي هيحصل ربنا سبحانه وتعالى عايز لهم ويكسر نفسهم ويأذيهم وفي وقت الأزمات يحسوا إن ربنا نسيهم أعوذ بالله ده كله من ال آه ده كله بيحصل من الكلام اللي حضرتكم إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله لا يلقي لها بالا يأهو بيها في النار سبعين غريف وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل البشرة تسري في كل تفاصيل حياتنا كل تفاصيل حياتنا مليانة بالبشرة الله سبحانه وتعالى يقول وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عند ربهم يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل ليهم عنده فضل سيعطيه لهم ويفتح عليهم ويبرك لهم ولذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى إيه اللي حاصل يبقى إيه اللي احنا بنعمله ولذلك الله سبحانه وتعالى الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم إيه بأ لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرة يبقى الذين أمنوا وأولياء الله إيه اللي حاصل بيستبشر فإحنا بنعمل في النفسينا كده ليه وعشان كده وكأننا طول الوقت وفي كل وفي أي مكان محاطين بالبشرة ولذلك الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي ربنا اللي قال لنا كده فممكن تيجي تتكلم مع حد الدنيا سودة في عينه فتقول له استبشر يا أخي استبشر بالخير تلقاه يقول لك منين الواقع بيقول غير كده وأنا إنسان واقعي لا 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 يا سيدين أنت لا واقع ولا يحزنون أنت ومش قادر تفرق ما بين الواقعية والوقوع في أوحال النفس الأمر بالسوء دي مش واقعية دي وقوع وقوع في أوحال سوء الظن بالله ستين هاجر علمتنا مفتاح من مفاتيح الفرج علمتنا مفتاح من مفاتيح جنة الدنيا لما قالت لسيدنا إبراهيم أه الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا وبدأت تسعى بين الصفة والمرو فحفظها الله سبحانه وتعالى وحفظ ولدها سيدنا إسماعيل في وادي غير ذي زرع فعلمتنا إن الفرق بيكون مع الاستبشار واليقين بالله عشان كده الأمل لازم نعيش به والأمل ده هو اللي بيخلينا نتحقق إن إحنا طيور فكر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله يعني لو عندكم الأمل الحقيقي زي الطيور كده لو توكلتم على الله حق توكله رازقكم كما يرزق الطير الناس متصورين إن التوكل بس هو الأخذ بالأسباب لا التوكل كما الأمل وعشان نبقى زي الطير ليه نجنحين لازم نعرف إن الأمل اللي عندنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعله جزء من مفهوم التوكل يبقى التوكل معاني كتيرة منها أبل والله أبل الأخذ بالأسباب الأمل هو الطير وهو خارج عنده إيه يقين وحسن ظن وأمل في الله كل دي معاني معاها الأخذ بالأسباب وزيك الأمل بقى عشان نبقى زي الطيور ويبقى لازم نفهم من الأمل كمان ليه جناحين الجناح الأولاني الواقعية إنك تحسب الحسابات وتنظر للواقع وتعمل درسة جدوى وتبص في خطط التنفيذ بس سوى على الجناح التاني يفوتك هتبقى مكسور الجناح ومش تقدر تطير ليه؟ الحسابات 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 تتحول إلى إيه؟ إلى مشقة تحول إلى حملة إيد لازم يفوتك جناح التاني بقى وهو التفاؤل الرشيد فما نفعش تخلي الحسابات هي كل الحياة لابد يكون فيه تعلق وأمل بالله سبحانه وتعالى ما حصلش هتبدين يا مشكلة عشان كيف كان دائما البشر ودايما يبشر أصحابه بالخير بكل أفعاله صلى الله عليه وسلم ويشعرك بمدد ربنا سبحانه وتعالى فتتسبشر فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة كان يحب الفقل الحسن جيه في حديث سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفقل الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة إيه اللي حصل بقى؟ فاكرين الراجل لما جمل لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبشروا فقالوا لقد أكثرت علينا من أبشر فجي أهل اليمن فقال أبشروا قالوا قابلنا البشرة يا رسول الله فإن اللي حصل؟ صارت الحكمة يمانية والإيمان يماني بشرة اقبل البشرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اقبلوا البشرة حضرت النبي مش بيقولهم اقبلوا البشرة دي لكن على طول خلوا قبول البشرة ده منهج في حياتكم أنا عايزة ألكم سؤال إيه اللي يبقى من الإيمان إذا كان الإنسان مش هيستبشر إيه التفعيل المتألق الجميل المنور في حياة الإنسان أجمل من الاستبشار وعشان كده من أهم موانع الاستبشار بقى تعالوا نشوف أهم موانع الاستبشار إيه اللي بيمنعنا من الاستبشار؟ إدمان النكد والعايزة بالله بسلاسيتي كسرت الانتقاد وكسرت النوم وكسرت الشكوة تلاقي واحد كل ما تشوفه شكوة 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 يمررك الحياة وانت قاعد معاه تاني حاجة مع إدمان النكد ارتفاع سقف التوقعات واحد عنده توقعات عايحصل وعايحصل وعايحصل وكان زمان يربونا لو جالك مليون جنيه لو جالك ما عرفش وإحنا كنا صغيرين مليون جنيه ساعتها ديها يعني مليار جنيه دلوقتي فيه اللي يحصل فيبقى عنده سقف توقعات وانا عرف ناس طول الوقت منتظرين ايه عطايا مفاجئة امتى بس يجيني بقى الكنز حاجة جدا يعني متربيين على انتظار الكنوز حاجة التالتة المهمة كمان اللي بتخلينا نتوقف عن الاستبشار الخوف من الخزلان نخاف ان احنا يخزونا الله سبحانه وتعالى اذا استبشرنا ويقولك انا كل ما استبشر ان اللي عايزه هيتحقق ما يحصلش لحد ما بقيت من كتر الشعور بالخزلان حسس بالاحباط هو ده غلط مين اللي قالك ان الله سبحانه وتعالى مش هيستجيب لك لازم نعرف ان فيه فرق كبير ما بين الاستبشار من منطلق حسن اتظن بالله وفي فرق ما بين الاستبشار من منطلق تمني حدوث التوقعات بتمني اشياء تتحقق على مراد لا الاستبشار مش ان انا عايز الحاجة تتحقق على مراد الاستبشار معناه ان انا حسن اتظن بالله ان هو لن يجري علي الا كل حسن فيبقى جزء من الاستبشار هو حسن اتظن بالله والتسليم لله فيكون هناك يقين بي الا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير وعشان كده تجد اهل الله والصالحين يبرونورك الكلام ده ويدولك طريقة عشان تقدر تعمل الكلام ده فالسيد ابن عطال الاسكندار يقول لك ايه يقول له وكأنه بينقشك هو انت ليه مش مستبشر فيقول له انا مستبشر مش مستبشر عشان الواقع يقول له لا اخرج من فكرة الواقعية دي الى فكرة ان انت عبد في ساحة مولاك طب العبد في ساحة مولاك مولاك يعمل ايه يقول له سيد ابن عطال الاسكندار اذا اذا لم تحسن ظنك به اي بالله لاجل حسن وصفه فاحسن ظنك به لاجل حسن لاجل معاملته معك يعني انت اذا ما حسنت الظنك في الله عشان جميل صفاته فحسن ظنك في الله من اجل معاملته اللي هي فيها ايه فهل عودك الا حسن وهل ازدى اليك الا مننا هو ادالك غير كل خير هو عملك بغير الاحسان فهل جزاء الاحسان الا الاحسان هو اعطاك وعودك على حسن معاملتي يبقى انت تحسن الظن فيه اقل شيء فالمستبشر هو الشخص اللي بيتأقن ان الله معاه فانطلق في حياته وحاسس انه هو في حمى مولاه يبقى انا حاسس فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين انا حاسس اليس الله بكاف عبده يبقى المستبشر هو اللي يرى الحياة بنور مولاه هو اللي بيحيا بلا حول ولا قوة الا بالله اللي مش بيتربع الاستبشر بيحصل له للأسف اربع اشياء سيئة اربع خصال من السوق بمكانه اول حاجة ديق الرؤية فلا يرى سعة الحياة انا والله شفت ناس كتيرة شايفين ان الحياة لا تتسع لبر باب القوضة اللي هم قاعدين فيه لانهم بيستبشروش قاعدين يجيبوا الكآب والغم والاحباط عن نفسه فهو شايف ان حياته مش هتتهدى باب القوضة اللي هو فيه ساعات ما تتهداش الهدوم اللي هو لابسه ولزلك ده سيء الظن بالله حواسعة الله سبحانه وتعالى اخبرنا ان الله سبحانه وتعالى ماذا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فلزلك هو لا يرى سعة الحياة ولا يشاهد مدد الله الدائم ما بيشوفش مدد الله الدائم تاني حيب تحصل بقى للشخص اللي هو الشخص اللي هو فاقد الاستبشار تحصله انتمس للبصيرة ينهرى بيض فما يشوفش لطف اللي هو النازل عليه في كل احداث يحس دايما ان هو في حالة مقت وحالة غضب فيعيش منطمس البصيرة فلا يرى لطف الله ينزل عليه في كل حالة حاجة التالتة اللي تحصل له انعدام الشغف بالتجريب ان هو مش عايز يجرب حاجة يا راجل بلواجع دماغ يفضل انعدام الشغف بالتجريب وبالمحاولة وبالابتكار وبالسعي يوصل به الى حد اليأس من الوصول للسعادة السفر الرابع اللي بتحصل بقى للانسان غلق ابواب الرضا ما يرضاش بقى ما يوصلش الرضا فتغلق عليها ابواب الرضا لانه تعلق بما يريده باعتباره الفرصة الاخيرة للسعادة هو شايف ان اللي هو محتاجه ده هو الفرصة الاخيرة للسعادة يا سادة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحلم احلاما كبير دي الحكمة اللي انا بحب دايما اقولها للناس من اداب المحب المحب لله سبحانه وتعالى في اداب من اداب المحب ان يدفع عن نفسه التشاؤم واليأس والاكتئاب لان ذلك لان ذلك كله من سوء الظن باللطيف الودود الوهاب في اكتر من كده سوء ظن ولذلك الحكمتين دون من احب الحكم الى نفس يبقى الحكمة الاولى بتقول ايه من علامات صدق الحب ماذا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحلم احلاما كبير والحكمة التانية من اداب المحب لله ان يدفع عن نفسه التشاؤم واليأس والاكتئاب لان ذلك كله من سوء الظن باللطيف الودود الوهاب هايزين الكلام ده وتور الكلام وتوضيف عليه رجائك بالله وخط خطوة ولو صغيرة في الاتجاه ده ما احنا عايزين نغير بقى ان الله لا يغير ما بيقوم من حتى يغير ما بيانفسي الاستسقال ده هو ثقيل عليك انت ضعيف طبعا ضعيف بس الاستسقال عليك ده هو ليس ثقيل على الله خذ الخطوة واستشعر مدد الله سبحانه تعالى وخذ الخطوة ده على الغاية التي كانت صعبة عليك طيب الحاجة التانية خلي ليك ورد من الحمد كل يوم تحمد الله سبحانه تعالى انه هو ماذا اغرقك في نعم ليه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فتعود دائما انك تحمد الله سبحانه تعالى حمدا يشعرك بانك غريق النعم الحمد لله الذي اعطانا فوق ما نريد اذ اعطانا ما يريد اه الله فاذا كان هو اعطانا ما يريد فاحنا غرقا في نعمه لان الله سيعطي على مقامه الحياة التالتة اللي انت ممكن تعملها وتكون اجراء لطيف ممكن يساعدك على ان انت تكون احسن لما تحس ان الامل بيقل في قلبك وبدأت تحس بالتشاؤم واليأس ادعي الله سبحانه تعالى وقول له ادعي ربنا سبحانه تعالى لما تلاقي الامل ابتدى انه 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 خفض يعني خفض يعني خفض يعني خفض خلاص وصل لأدنى مستوياته قول لربنا ودعي ولو ما عندكش دعاء ممكن تستخدم الدعاء اللي انا بحبه ده اللهم اللهم اني اسألك ان تطهر قلبي من سوادي اوهامي وهمومي ببرد رجاء فيما عندك وان تداوي فؤادي من اوجاع السوادي خاطري وشكوكي بنسائم امل في حنان نظرك وان تريح مهجتي من ظلمة مخاوفي بان تغمرها في نهر التعلق بنور لطفك ورحمتك نقول الدعاء اللهم اني اسألك ان تطهر قلبي من سوادي اوهامي وهمومي ببرد رجاء فيما عندك وان تداوي فؤادي من اوجاع سوء خواطري وشكوكي بنسائم امل في حنان نظرك وان تريح مهجتي من ظلمة مخاوفي بان تغمرها في نهر التعلق بنور لطفك ورحمتك يا رب العالمين في رضاك وفي حماك وجعلنا يا رب دائما نكون من اهل المحبة ومن اهل الرضا ومن الموصول الى دوام اليقين بمددك لنا يا رب العالمين جعلنا يا رب مستبشرين اجعل الاستبشار مفتاحا للدخور عليك يا غفار بسعة الانوار يا من اعطيتنا ولم تمنعنا ويا من حميتنا من السوء والاخطار اجعلنا دائما من اهل الاستبشار